بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آآ اليوم نبدأ في اول دروس آآ تعلمات الطروة. اللي هي لزانتقرال دوبل. اول حاجة لازم نبدأ بها اللي هي نتعرف على واش هما لزانتقرال دوب. لزانتقرال دوب هما يعطيك آآ الشكل هذك تعالى لانتقرال كنا نعرف كين غي واحدة وف دي اكس دي اكس. لزانتقرال دوب كل شيء يرجع دوب. دونك هذي يريد عديك دوز انتقرال زوج فاريال. دو هنا هي دي اكس دي اكس. والمجالات المجال الانتقرالي كنا عادنا غي ايم مجال واحد اب لا يولو عادنا زوج مجال اب سيدي. هذي هي الانتقرال دوب. وهذه كدلة اف تكون تدي القيم التاحة من واحدة هذه المجموعة الثنتقوية تعتمير أürü دوب. أحناف بالروس دقائق الديس انتقر الدبل هذي يقول لك تتعلق بلا فورميل تاعة الدلة f2x هذيك الدلة f2x اللي غادي يقولك عطيها يقولك حسبها لي انت تشوفها لا فورميل تاحة كي ديرا ومبعد تبدأ الحسب كيف هذيك f2x y غادي تكون شكلين لا فورميل تاحة يكون شكلين اما تكون عبارة عن هذيك f2x نشرح اللي لنبعد رحو الزج اما تكون هذيك fxy إقال f1x فف2y معنا هذي كل x والy تتجد تسيباريهم في زوج دول نعطو اعجمل لي ما فهمش فار اعجمل f2xy يقولك إقال x ففا إكسفونونسيال y هنا يهذا الجوداء تتجد تقولي هذي الـ x نسميها f1x دالة بدلالة x وهذه نسميها دالة بدلالة y كما راكم تشوفوا والدالة التاعية هذه ما هي إلا الضرب تاع هذه زوج دول كما راكم تشوفوا دونك هذي هي القلول إما تكون دالة مكتوبة كما هكا أو تكون دالة هذيك fxy f2xy تكون متكونش مكتوبة كما هكا هذا هو الكازية لا متكونش يساوي f1x فف2y إقال مثل ندو f2xy إقال 1 سوى الغاسين 1 plus x² plus y² هنا مطيك تسيبار x والy و تخليهم ضربتها مطيك شي ما هكا نشوف مطيك شي فهدية دونك هنا عادنا 2k f2x إما تكون هكا إما تكون من هذا الشكل كي تكون من هذا الشكل كيف نكالكيلها كي تكون من هذا الشكل كيف تكالكيله كي تكون من هذا الشكل كيف تحيوله سهل يقول لك هذي كلان دول إنتيجرال fxy dx dy في المجال تاعك d يقول هاي دول إنتيجرال تقع الدول إنتيجرال المجال هذا d هذا d ما هو إلا هذا هو a b c d هذا هو d التاعنا من بعد عوضنا ال f2x قلنا هي رايزة بتاع دالتين في هذا الكامل دونك هي الدالة الأولى f1 2x فى f2 2y باركزم في هذا المثال توليك هنا ال x هنا فى إكس فنانسيال y dx dy يقول لك مدام هذي ضرب الدالتين يقول لك هذا التاكامل يتوزع هنا صحيح التاكامل هذا يتوزع هنا مدام هذي ضرب الدالتين غير في هذا الكامل دونك وزعت هنا توليك توليك هذا الإنتيجرال الأول ديرو تاع f1 2x dx تخدم به f1 2x الضرب وينتقر الزوج تده تخدم به f2 y dy هنا على هدرنا a b بسكو هذه اللولة دائما اللي يكونوا المكتوبين هنا اللولة هما تاع المتغير اللول اللي هو x هنان مدام نيني نخدم فيه تاع الايكس دونك غادي نكتب اللي بورن اللي رايح حاصرين x هنا مدام نيني نخدم في ال ايقرى نكتب اللي بورن اللي رايح حاصرين اللي يتاكيه اللي هما الزوجين بسكو ال ايقرى هال متغير الزوج هذه هي الطريقة المهمة بعد هذه تحسبها نورمال هذه رأي إنتيجرال سامبل لنعرفها من قبل تحسبها وهذه فانية تحسبها و تدير الضرب بتاعهم النتيجة التي تعطيها لك ما هي إلا هذيك الدول إنتيجرال اللي رأيك تحاوس لها تعدل فدو إيكس نروح و تدرك لوكازيوج كي ما يكونش هذه الدل اللي يعطيهاك ما تكونش مشكل تعد ضرب دلتين دلالة إيكس إيكس الدول إنتيجرال تعد ضرب دلتين 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 دلت لتو هذه الدي إجرق معناها ستحسمتها الانتجرال الأولى ستقبل لتعك ف دي إجرق كم راح يدلها الانتجرال برابورة إكس إجرق تحتها برو ثابت هذه الخطوة الأولى هاي ودل الانتجرال من الـ A الـ B الانتجرال سامل النتيجة التي تصيبها كما تبسط تكمل شتزيد الدلها تعود تدلها الانتجرال برابورة من المجال C للـ D وتصيب النتيجة تاعك يقول لي واحد أسكو إذا ما نقدر نبدأ نخدم دي إجرق وبعد نصيبها نديرها بدي إكس واحدة تقفيني تقلب توليك هايوينة الانتجرال من القلبي دي إكس تعويش تعال الانتجرال من C D F D X Y D Y هذه هما الدرسة اليوم قدرنا فيها بارك غاكة كيف نحسبوه هذه مزج طرق بارك اللي غادي تتحقهم عندك تعطيك دلة F 2 X تشوفها يا إما تكتم من هذا الشكل ولا إذا ما كانتش تكتم من هذا الشكل تخدمها بهذه الطريقة إذا كانت من هذا الشكل ضرب دلتين تخدمها بهذه الطريقة واللي ما فهمش غادي الحصة القادمة نديرو فيها التمرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سفت من هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب ولمزان ما يشترك بالقناة يشترك بالقناة فضلا وليس أمرا لكي نستمر ولا نتوقف وبالتوفيق للجميع